أعنت وزارة الصحة لاتفاق على تأسيس مدرستين للتمريد بعاصمة جنوب السودان جوبا وذلك من أجل تلبية احتياجات القطاع الصحي من التمريد هذا وعقدت دكتورة هلا زايد وزيرة الصحة ونظيرة الجنوب السودانية قلسة مباحثات ثنائية وذلك من أجل مناقشة التعاون ما بين البلدين في القطاع الصحي بمقر أ هذا كان بمقر وزارة الصحة بجنوب السودان وتناول الاجتماع سبل دعم القطاع الصحي بجنوب السودان لتلبية احتياجاته في توفير وصناعة الأدوية والأكسجين الطبي كما تناول سبل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى بدول الشقيقة فضلا عن التعاون في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات ترجمة نانسي قنقر